النهاردة كمان قال انه في الوفد اللي كان مسافر الى ايطاليا الوفد الامني المصري اللي كان مسافر الى ايطاليا وفد المحققين المصريين عشان متابعة التحقيقات والتواصل مع الجانب الايطالي في قضية مقتل الشاب الايطالي ريجيني في القاهرة من حوالي ثلاثة شهر السفرية دي تأجلت كان المفروض يسافروا بكرة هتتأجل ثلاثة ايام حيسافروا يوم سبعة وكان فيه وفد كمان من البرلمان المصري من مجلس النواب مسافر علشان يكتبع مع البرلمان الاوروبي وانا قلت لكم من شهر تقريبا البرلمان الاوروبي عامل هي صوميغة كتير عوالين ريجيني في رأيي انها مفتعل اكتر من اللازم والنوع من الصيد في الماء العكبة لكن في النهاية كان فيه وفد من البرلمان المصري مسافر علشان يعمل مع البرلمان الاوروبي فهمه حقيقة القضية وان احنا عندنا قضاء مستقل ونيابة مستقلة والتحقيقات بتأثير على قدم وساق وان احنا ما خلصتاش تحقيقات في قضية ريجيني والبيان بتاع وزارة الداخلية اللي طلعته قالت احنا لقينا الشنطة بتاعته بس مع العصابة اللي عبضنا عليها لكن ما قلناش انه هو ده اللي قتلوه او خلاص قفلنا التحقيق فبالتالي نفهمهم الوضع عشان ما يعودوش ياخدوا المعلومات المغلوطة من مصادر خاطئة كمان هذا الوفد حيتم تأجيله للسفر مع الوفد الامني يوم سبعة وتمانية ابريل